فالسؤال مرة تاني كيف نقترب واسمحوا لي أن أتكلم عن بعض النقاط كما قلت أنه الله اقترب للإنسان عن طريقة ذبيحة المسيح عن طريق الأضحية لأنه لا يمكن يعني ذبائح من عجول وتيوس وخرفان أن تكفر عن الإنسان فالذبيحة في العهد القديم كانت تقدم أي أن الذي يقدم الذبيحة يضع يد على رأس الذبيحة وينظر بالإيمان مستقبلا إلى ذبيحة المسيح وكأن الخطية انتقلت إلى الذبيحة ومن خلال الدم المسفوك يتطهر الذي يرش فيتطهر من الخطية وهذه خطوة إيمان مستقبلا لما سيفعله يسوع المسيح وبما أن المسيح طهر خطيانا وقدم نفسه ذبيحة وقربانا مات موتا بدليا عن الإنسان ومات كفارة سترا وغطاءا ليوفي المطالب والعدالة الإلهية ولكي يكفر عن خطية الإنسان وعن كل خطايا البشرية بالإيمان نستطيع أن نتقدم إلى يسوع البسيح بما فعله هو من أجلنا وعندما نقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا على حياتنا فإذا نستطيع أن نقترب إلى الله فاسمحوا لي أن أسرد بعد النقاط السريعة أولا كيف نقترب نقترب إلى الله عن طريق التوبة التوبة تعني تغيير الفكر والرجوع إلى الله هذا الرجوع أي تغيير الفكر واتجاه الحياة ومسلك الحياة التوبة والاعتراف بخطيانا يوميا لأنه مكتوب إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يطهرنا من كل خطية فهو يعني نقترب إلى الرب عن طريق الاعتراف والتوبة إلى يسوع المسيح مكتوب ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره لهذا قال يعقوب نقوا أيديكم أي اغتسل من الخطية ثم شيء تاني نقترب إلى الله عن طريق القداسة والطهارة أيضا مكتوب اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب لا تستطيع أن تدنوا لا تستطيع أن تقترب لا تستطيع أن ترى الرب عبرانيين 12 والآية 14 في مزمور في العهد القديم مزمور 24 سأل المرنم من يصعد إلى جبل الرب؟ جبل الرب يعني مكان الهيكل مكان العبادة مكان حضور الله من يصعد إلى جبل الرب؟ ومن يقوم في موضع قدسه يكمل قائلا الطاهر اليدين والنقي القلب مزمور 24 آية 3 وآية 4 لهذا قال يسوع المسيح طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله يستطيع أن يروا الله طبعا بالإيمان ترجمة نانسي قنقر